أبطال حيخلصوا دوري أبطال رايحين دوري دوري يرجعوا دوري أبطال وخد كده عندك لغاية الأهلي على مدارة يمكن لغاية فترة التوقف قبل تجمع المنتخب الوطني الأهلي هلعب مطشين كل أسبوع ويكاند تخش دوري أبطال نص الأسبوع هتلعب مباراة في الدوري أولها طبعا مصر المقصة اللي جاي يوم الثلاث اللي جاي وخليني أقول لحضراتكم كمان أنه مطش سانداونز تأكد أنه هيتم تأجيله لمدة 24 ساعة على الجدول القديم يعني كانت المباراة دي مفترض هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية لكن تم تأجيلها عشان تقام بإذن الله إن شاء الله يوم الثبت القادم فرصة برضو لعبتنا أنها تاخد وقت كافي وما يبقاش في ضغطة مطشط وتستعد بشكل مهم لأهم مباراة للأهلي في دور المجموعات فوزنا بالمباراة دي يحرم سانداونز من ثلاث نقاط ويحطنا في الصدارة بإذن الله إن شاء الله وبعد كده نفكر زي نحافظ على الصدارة دي لغاية لما نعدي من دور المجموعات خليني أقول حضراتكم بالنسبة الجدول كس مصر الجديد لأنه القديم لسه لم يتحدد مصيره زي ما قلت لحضراتكم البطولة اللي لم تستكمل من السنة اللي فاتت النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله هيقابل في دور الـ 32 فريق المصري والمباراة دي إن شاء الله هتتلعب في السلوم وحتتأجل زي ما قلت لحضراتكم يمكن المباراة الخاصة بالأهلي والزمالك وفيرمز لأنه طبعاً الثلاث فرق دول عندهم عدد كبير من اللعيبة الدوليين اللي هيخشوا معسكر مصر طبعاً استعداداً لمواجهة السنغال يوم 25 وبالتالي دول الـ 32 هينطلق بالفعل بداية الأعتقل من 12 أو 13 مارس لكن مطشرة الأهلي هيتم تأجله في اللحظة اللي بتابع حضراتكم فيها دلوقتي يمكن ليفربول بيواجه طبعاً نارويت سيتي المباراة في شوتها التاني فضل 25 دقيقة ورغم أن ليفربول أنا تبعت شوت الأول بالكامل رغم أن ليفربول يعني تسيد شوت اللقاء الأول بالكامل وفرص بالجملة ضاعت منه وصلاح لحقيقة قدم جيم حلو جداً لكن نارويت سيتي قدر أنه يخطف هدف التقدم وعشان تكون نتيجة 1-0 في اللحظة دي ساديو ماني جاب جون علامي الحقيقة يعني أنا ما بحبهوش برضو أنا صريح مع حضراتكم ما بحب الساديو ماني طبعاً نجم كبير ونجم مؤثر واحد من أهم نجوم الدولة الإنجليزية ونجوم ليفربول بس أنا أحس كده أنه يعني معرفش ما برتحلوش بصراحة يعني ما بحسوش يعني مثلاً لما ببص على نجوم ليفربول كلهم مثلاً وأولهم فان دايك مثلاً لوفرين قبل ما يمشي تشامبرلين تياجو عالكنتارا فيلمينيو فابينيو كلهم بحس أنهما بيحبوا صلاح بجد وبحس أنهما بيفرحوا جداً لما محمد صلاح بيجيب جون لكن الحساس سبحان الله ما بيجيليش أبداً من ناحية ساديو ماني لكن في جميع الأحوال هو أحرص هدف عالمي دلوقتي قدر يحقق بي التعادل لنادي ليفربول طيب نروح بعد كده لعمار خليني أقول لحضراتكم أنه طبعاً عمار وأكرم ربنا يشفيهم طبعاً يرجحهم